السلام عليكم عزائي الطلبة اليوم محاضرتنا لسن سيكس المحاضرة المهمة جدا بالنسبة للقواعد معاني كلش قليلة كلمتين وان شاء الله هذا آخر موضوع قواعدي في unit 1 دعنا نتذكر قليلا بشكل سريع أول موضوع قواعدي past simple past continuous الماضي البسيط والماضي المستمر شوفوا الذاكرة اسم الموضوع اسم الموضوع نبهنا على يديك المحاضرة السابقة مال تداخل الأحداث أدوات الربط as while and when الحدث المطول والحدث المفاجئ هذا أول موضوع طبعا كل موضوع جملة بالوزارة موضوع الثاني اللي أخذنا بعد قطعة زي الطارق الصفات اللي تنتهي بالإيدي والصفات اللي تنتهي بالإيدي يمكن أن تسجلوا يا أنت ملخص هذا مال تصف شعور الشخص الإيدي والإيدي تصف مسبب الشعور هذا موضوع موضوع اللي بعده أخذنا موضوع جدا سهل شون الميزي بين الصفة والحال اللي هو الفل والفلي زين لقلنا الالواي دا لقينا فعل دا ذكرك بشكل سريع الالواي مع الفعل زين لقينا فعل نختار الواي ما لقينا نختار بدون الالواي دا حجي سريع لأنها يريفيو زين وردني أخذنا الفريزة الفيرب الأفعال المركبة من يجينا أوردر رتب أو ريئ الرينج قعد ترتيب الجملة تتذكرون الضمير نخليه قبل حرف الجر والاسم يرهم حليا قبل حرف الجر بعد حرف الجر وحنا قلنا مختصرها بوقتها شي يجينا نخليه قبل حرف الجر الموضوع الأخير اللي أخذنا موضوع جدا سهل أنه شون الميز بين الهومتش والهومني والليتل والفيو حسب الاسم الوراها إن كان معدود وغير معدود آخر موضوع قواعدي اليوم نشرحها استخدام الفعل يوستو هسا نبلش بالدرس أفتح الكتاب وإياه وإن شاء الله على المود نختم قواعد اليونت بس تبقى أننا قطعات تبقى أن ننشاء تمارين العنوان ما لسن لسن سيكس المدرسون اعتادوا أن يكونوا أكثر صرامة ستريكر ستريكر صارم مفرد أن احتاجه المدرسون اعتادوا إذن يستو اعتاده جمع اعتادوا أن يكونوا أكثر صرامة زين هنا يقول بهذا التمرين طلابنا يقول اقرأ ذن الجمهة which opinions ما هي الآراء opinions آراء are true for Iraq حقيقة بالنسبة للعراق write a agree موافق يعني لأي يقول اكتب بالمربعات اقرأ الجملة حسب رأيك أنت موافق على هاي الشغلة اكتب a or d disagree غير موافق هذا تمرين صفي بالصفة عالية حسب رأي الطالب أنت موافق على المعنى كرأي تكتب a ما موافق تكتب d أنت حر زين أول شيخ نشوف هذا الديالوج بين دول الأشخاص يقول I agree أنا أوافق families العوائل definitely بالتأكيد used to be bigger اعتاد اعتدنا أن تكون كبيرة شو وقت in the past used to be bigger اعتدنا أن تكون كبيرة هذا الشخص يقول يقول هاي شو وقت in the past and my grand father جد جدي had ten عدة عشرة but I have يعني now لين مضارع only got two brothers هساني عندي اخوان اثنين and one sister وأخت وحدة إذن من هذا الديالوج شينو معنى used to اعتاد شينو فائدة اعتاد بهاي الجملة ما الفاميليز used to be bigger اعتدنا العوائل تكون كبيرة سابقا معناها دا نحن نحتحدث عن العادات في الماضي العادات المتكررة في الماضي things happen in the past regularly but it's not true anymore الآن هي ليست حقيقة أو it had changed تغيرت هاللي في بالك هاي معناها إذن من نرد أقول لك عن عادة كنت دائما أسويها بالماضي وتغيرت استخدم used to وهعيدك هالصبور هنكمل معنا لنا الرأي الأول يقول فاميليز used to be bigger used to be بالماضي العوائل اعتدنا أن تكون كبيرة مثلا أنا طالب أنا أقول أي صح قبل هواي العوائل أعدادهم two young people الشباب used to have less freedom أقل شنو freedom حرية يقول قبل الشباب كانت حريتهم أقل أقل حرية اعتدنا يعني أقول أي أنا إذا طالب قاعد بيمك أكتب أي كيفك ما توافق تبدي هذا غير مطلوب بالوزارة الأي والدي بس الريد فعالي يعني ودي المعاني freedom الحرية استفاد منه ومنعه فرقة بالكتاب هاي تخليها في بالك مو بعد أن تجيك كلمة freedom ساد خالدون ما قار الكتاب الملون ما يصير هذا الكلام كل سنة احنا نفصل تفصيل the health surface الخدمات الصحية مفردة مهمة health surface الخدمات الصحية used to be اعتدنا أن تكون better أفضل كيفك أنت شو تقول يعني أكو يقول واحد أفضل كان قبل أيام زمان من ندخل بالأمور السياسية يعني كأني رأيي لأن ماكو تكنولوجي وماكو أجهزة فأقول disagree أنا برأيي أنت بكيف خدمات الصحية يقول كان أنا أفضل ما ندخل بالوضع السياسي والاقتصادي قصدنا بشكل عام ماكو تكنولوجي المهم there used to be more poverty مفردة مهمة الفقر الفقر فوى فقير poverty الفقر يقول قبل كان هوايا فقر إذا قبل كلش ايه اقري صح زين إذا إحنا دنحكي about Iraq دنحكي ما ندخل بغير دول زين إذا نحكي في فترة العشرينات والثلاثينات أكيد فقر بالسبعينات وحد المهم كيفك disagree كيف people used to die younger اعتدتنا قبل أن الناس يموتون هما وشباب داية تعرفها يموت يعني يموتون هما وشباب إذا تحكي على الحليب والتمر لحنقول disagree بس إذا تحكي على التكنولوجي والأدوية وهاي أقول agree لأن كانت الأمراض البسيطة ما لها عمليات وتقتل الناس المهم people used to die anger أنا أقول agree كيفك people used to get better education تعليم اعتدنا أنه الناس قبل تعليمهم أفضل زين أنا أقول disagree لأنهم ماكو تكنولوجي وماكو مناهج بس يمكن أنكو غاحد يقول أي كيفه إذا يروح للسياسة ويأخذ رأيك كيفه there didn't used to be didn't used to be لم نعتد أن يكون much pollution تلوث كلمة مهمة لعدنا ليس لنقل هذه الكتاب على مذن المفردات تلوث pollution in the cities يقول ماكو تشان تلوث صح فلت المصانع والمعامل والسيارات أنا برأيي agree طب كيفك لأنه يقول لا يوجد didn't used to be لم نعتد أن يكون كمدرن didn't used to be so rude وقح يقول للجهال ما كانوا معتادين أن يكونوا وقحين قبل agree كانوا مؤدبين بس الجهال هم مؤدبين بس يقمزون على رأس الواحد أشكال المهمة بكيفك أنت A أو B براحتك الفائدة المعاني ذني فقط rude صفة مهمة معناها وقح not polite فض زين هنا أنا هس تنتبه إياي للصبورة لأهم موضوع قواعدي أعزاء الطلاب في اليون مالتنا احنا هذا بالنسبة نجهز الكراس هاي خرجتك وعشارة حضرتك زين used to be تبهوا إياي على الصبور احنا قلنا موضوعنا اليوم هو القواعدي استخدام الفعل used to be teachers used to be stricker المدرسين اعتدنا أن يكونوا صارمين قبل شوية يقول families used to be bigger نيجي للمعنى نعيد يلا ويه العوائل اعتدنا أن تكون كبيرة سابقا إذن شنو فائدة used to في اللغة قبل القاعدة كمعنى أريدك تستفاد شوكت تستخدم used to أعيد لك قبل شوية ذكرتها بشكل سريع to talk about facts أو things happen in the past نتحدث عن حقائق أو أشياء تحصل في الماضي ريجولر اللي كانت تحصل بانتظام كانت يعني عادة وسولة نقدر نقول عليها بالعربي but it's not true anymore ليست حقيقة الآن بعد مو حقيقة it had changed اتغير يعني مثلا أقول لك I used to have a car وسكتت هاي أسهل المعنى لك على ما تتعرف فائدة ده أقول لك أنا متعود عندي سيارة المفروض أكمل لك لأن مفروض أكمل لك أقول لك مثلا now I have a bicycle أو أثير stall it last month أو أقول لك now I have a bicycle زين تبه ويا now I have bicycle زين احنا هدفنا المعنى ما لليوستو هاي بعدين نشرحها هاي عليها تمرين كامل أمسها إلك هدفنا هسه فقط اليوستو التكملة تمرين كامل وزارة عليها هسه خلينا بليوستو شنو المطلوب منه بليوستو المطلوب من عندنا طلابنا ادخال اليوستو في الجملة موضوع جدا سهل أبسط منه ما كن زين ادخال اليوستو في الجملة تيجيك جملة وبها قوس يقول لك مثلا I زين عيني I have a bicycle أو أسهلك I have a car أقول لك زين عيني سوري but now ما ندخل بتكملة هسه احنا شنو المطلوب اقبالها يقول لك use the correct form of use to المقاري يدوخ استخدم الشكل الصحيح لليوستو المقاري هيدوخ شنو هذا الموضوع الموضوع جدا سهل شي يقول أكو قانون لح ناخذ آني وياك تبهوا اياي طلابنا يقول شن أدخل اليوستو في الجملة قانون لح تحفظه subject used to زائد مجرد منه الفعل ما بين الأقواص تدرخ أذن اليوستو الموضوع مالتها جدا سهل وين نخليها قبل الفعل ما للأقواص زين subject didn't ركزي ويايا use to to زائد مجرد هاي فيها حالة فيها حالة في حالة النفي الصار بلدي ما هي بربالك إذن الموضوع سهل تخلي يوستو قبل الفعل لكن إذا لقيت بالقوس نفي شو رح تسوي didn't used to ما عندك غير didn't تدرخ لقيت علامة ويايا إذا لقيت علامة استفهام did subject use to زائد مجرد تبهت ويايا طلاب دا هميا ما كو d لعدش وقت ال d ويا use فقط في الإثبات شنو يعني إثبات يعني تيجين الجملة لا بيها نوت ولا بيها علامة استفهام هاي مثبتة من يقول لدخل use to هاي شون تنحل طلابنا I used to have a car وكمل الجملة كما هي وآخذ درجتين أسهل منها ما زين مثال آخر هذا واحد اثنين she not talk so much كذا تكمل ما تهمنا نفس المنظوق بالقوز يقول لك استخدم used to 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 لحد حلها أكو نفي لازم تعاني دارخ القاعدة أكو طلاب يستهنون بالقاعدة هذه أدرخها وأكتبها مني يقول لدخل used to بالجملة بس أشوف used بالمنطق أكتب ذني ثلاثة هن أشوف روحي مشيت بالسرة هسا لقيت نفي أختار النفي شي لازم أجيب من عدي didn't لأنه قال لي used to ولقيت نفي منه قاعدة used النفي didn't use بدون d to فعل المجرد أجبت آني لأ بعدني لازم أجيب القوس talk so much ما كانت تحكي هواية إذن لازم تنتبه هاي الملاحظة شنية إنه ما استهين في القاعدة شا سوي العفو لازم اكتبه ثري فراغ you like films علامة استفهام دخل used كتبت القاعدة وين الاستفهام آخر وحدة هاي الأولى هاي الثانية هاي إثبات هاي نفي ثري شنو هاي الاستفهام أدرخن واي يستهينون بيها أنا أعرفهم يفهم الدرس وحلة ما يكتب القاعدة بالامتحان كم سودة يغلط يقول سهلة ما يكتبها هسا أجي أمشي ما ما حافظ على الغيباني كتبتها قبالي هاي انتهت أمشي بالسرعة dead يقول جيب did subject منو قوس فاعل did you شنو أراها use to شنو أراها المجرد like did you used to like هل اعتدت أن تشاهد إذن أنت حب الأفلام نعم did you used to like إذن كم قاعدة ثلاثة إثبات نفي واستفهام انتبه مرة سوى للطلاب بالوزاري انتبه وياي رحم سحلك الصبورة انتبه وياي نفس هذا بس هاي خلنا أجيب لك المثال للوزاري نفسه نفسه لحجيبك نحن كتبنا قبل شوية هاف نفسه جابه بالوزاري سوري I have a bicycle but a thief stole it last week أو last month ما أذكر بس أنا أذكر هاي آي هذا bicycle زين هذا وزاري قالهم للطلاب دخل يوستو شنو فرقه عن الكراس بس شال القوس زين كان هيت الكراس وأكثر شي بالوزاري يجينا هيت وين مخلي إحنا اليوستو هنا بس شال القوس على مدن به طالب راح خلى اليوستو هنا طالب خلاها هنا طالب راح للجملة الثانية سجل ملاحظة يمك اليو ادخال يوستو هاي شنو القاعدة هاي هاي سجلها شنو معناها هاي عنوانها ادخال يوز تو في الجملة 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 الأولى على مدن ما تغلط بعض خاف يجي جن جملتين قصدي جاب لك هو جملة وحدة اوكي هاي شم جملة انتبهوا ايا فارزة تكملة قل لك دخل يوستو وين تروح عزيزي للجملة الأولى زين بالقاعدة ممكتوبة هي قبل الفعل المجرد وين الفعل المجرد اي هاذ هذا الفعل فاعل دائما فعل اذا هعيدها هنا اي يوز تو هاذ بايسيكل بات كذا كم من الجملة الأخرى انبهك لان هوا يغلطوا بها بس شال للقوس احنا ما نغلق بعض علمتك تيجي تدرب ايدك بالكراس تقلوا وياي للكراس اول تمرين السجل عليها ملاحظة ادخال يوز تو في الجملة صفحة وياي احنا نطلب بالكراس فورتين اصلا تكتب ملاحظة عليها تكتب ادخال يوز تو في الجملة ليش هاي الملاحظة لان عدنا ثلاث تمارين لليوز تو اليوم ناخذ اثنيا ودرس جاي على موض مصر صعب عليك ناخذ غير شي يختلف شوي اليوم تسجل هذا التمرين ادخال ميوز تو في الجملة على موض نميز بين التمارين الثلاثة بس تدخلها بالجملة حسب القاعدة اللي احنا ما اخذيها هاي اكو هنا استفهام شو نسوي مضبوط اكو هنانا دو وحدها لا اكو نفي ولا اكو استفهام يوز تو يوز تو لين جين الثالثة حلها بالله قبلي شوف حلك تدبرها وقف الفيديو وحلها حاول على هذا الشرح توقف الفيديو وتحلين كلهم تقدر اذا حليتهم ترجعوا يا يلا عين ترجعوا يا عدي بالقوس نفي طبعا المنطوق شنو المنطوق دخل يوز عندي نفي شحفظنا didn't هل نباوع للسبجكت مفرد لو جمع ما يحتاج didn't ويا الكل used to sit وين لدي ما كو د بالثبات used استفهام شون تنحل did you use to do طبقت القاعدة did you use to do what did you use to do طبعا هاي بها what وهنا أنا لازم حارف صغير نال وط موجودة المهم الجراند ماذا قالت we help شوي يعني السهل لا تخاف منه هذا هواي جاي بالوزاريج لا أكون نفي ولا أكو استفهام يعني شنو بس بس الدخل يوستو هاي هي جاي جملة بالامتحان من كثر ما سهلة الطالب ما يعرف لأن مقاري زيان شنو موضوعنا شون ييجي منطوقة بدخل يوستو احنا أنا عدي استفهام بي من أبدي أبدي هاو موجودة أبدي بد did did فاعل did you used to have هسا شلح نسوي هسا هاي فاهم did you used to have هنكتب لك القاعدة من جديد خاف مدى تنتبه لها زد نكتبك ياها هنان إذا إثبات used to زايد موجود إذا استفهام did subject زايد مجر used to sorry used بدون d used to زايد مجر هاذا إذا استفهام النفي subject didn't use to زايد مجر آي بالنسبة للنفي زين هسا نكمل حالنا طلاب هنانا number seven دعشوفها number seven وين عين بيها نفي بيها استفهام ما بيها فاش لح نسوي فقط used to used to play used to play زين هاذ بيها استفهام بيها نفي هاي دعشوف لياها انت ما بيها في used to have used to have زين نجي number nine عدي استفهام وين ها قاعدة الاستفهام هاي did you use بقالي المجرد go out شوف لازم امشي واشوف خطوة خطوة القاعدة العاشرة used to go ما بيها شي انت كملي الهدعش used to come ما بيها شي لا اثبات لا نفي العف ولا استفهام talk ما بيها لا نفي ولا استفهام used to talk كملها بايدك 13 30 اكو نوت 13 هاي زين 13 وصلنا اكو نوت اذا didn't use to walk خلص تمرين المهم اللي هو ادخال used to في الجملة فقط مثبتة لو من فيها لو استفهام نيجي ويايا لتمرين جدا جدا مهم وهو وزاري انشرح عالصبورة بس ويايا بالتاست صاير بالتاست عالصبورة هذا متكون من جملتين عزيز طالب وهذا تمرين جدا مهم page 22 متكون من جملتين يقول دخل يوستو في الجملة الاولى ويايا ثم الجملة الثانية اذا تسمعني الجملة الثانية حلها ازمنة شنو حلها ازمنة هس انا تنتبه ويايا قاعدة اليوستو لازم انت كاتبها وضابطها لان نحن نحتاجها ركز ويايا تمرين نكل تالي page 22 مهم جدا زين الجملة كالتالي يقول اي نفس هاي اللي قبل شوية سولفنا عليها bicycle but هالمرة thief هنا قوس ثاني steel it last month بايسك بايسيكول أو كار قبل شوية كتابنا كار ما كم نفس الشيء هسا شنو الفرق عن التمرين اللي قبل شوية شكله الجملة فعليا 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 المنطوق شنو خلنكتب لك مثال ثاني زين he he have his haircut زين at the hairdresser يم الحلاق متعود زين يم الحلاق زين but هاي عدنا موجود now his wife cut it for him لكن الآن زوجته تحلق لشعره زين هاي الانسان مني كبر يتيجي يعيف الحلاق يلا نرجع شباب هاي جملة بالامتحان تجيك بها ثنيا شنو المنطوق الوزاري use طبعا تجينا واحدة من ذنب the correct form of used to استخدم الشكل الصحيح ل used to هذا ماخذ بذاك التمرين مسألة جدا سهلة وطبيعية دخل يوسف الجملة الأولى لعذيك شنو with present simple or past simple ويسد القوس مع مع المضارع البسيط سجله شنو present simple مع المضارع البسيط أو past simple الماضي البسيط ركزي وياي بالنسبة ليا فعل أسوي لوم مضارع لوم ماضي ده يقول or أو الليل بالنسبة للفعل الثاني يعني هذا لو تشتغل لمضارع له ماضي يعني هذا لو تشتغل لمضارع لو ماضي سيقول إليش شنو استاد نحن بطيني اختيرات زمنيا حسب الدليل لقية الدليل للمضارع البسيط تحل بسيط تحل لماضي بس سيقول ايستاد الثاني موزيني بداني ناسيهم نعوف التمرين ما لابنا ونراجع لأزمنه نرجع للأول متوسط وللثاني متوسط ماكو مشكله نرجع وياك زين هسه المنطوق عرفته استخدم الشكل الصحيح لليوستو وين تخلي ليوستو؟ ده عيدلك بالجملة الاولى حسب قاعدتنا مال ليوستو نفسها يقول مع المضارع البسيط أو الماضي البسيط بالنسبة المن للفعل بالجملة الثانية نحله لو مضارع لو ماضي حسب الدليل قبل ما أراجع لك الأزمنة خاف بالوزاري يقول لك with غير منطوق with correct tense شوي يركز مع مع الزمن الصحيح with مع الزمن المناسب أو الصحيح إذا قل لك هيتش استخدم يوستو هذا منطوق آخر استخدم يوستو مع الزمن المناسب تبه بعدنا بالمنطوق بعدنا ما راجعت لك الأزمن إذا قل لك مع الزمن المناسب أنت تدرخ على غير أنه موضوع اليوستو من يجي بجملة هنا الفعل الثاني وحدياني أتذكر لو مضارع لو ماضي بسيط يعني ما يحق لك غير أزمنة دا تفتهم فكرتي أعيد إذا قل لي دخل يوستو أعرف دخل يوستو ما قل لي أسماء الأزمنة أنه present simple أو past simple للفعل الثاني ما قل لي قل لي correct tense مع الزمن الصحيح وسكت أنت تذكر أنه اليوستو بتجي مهلة ثانية تاخذ أزمنة لو مضارع لو بسيط لو ماضي بسيط غيره ما يصير ليش إذا عيسي لك المدرس ليني اليوستو عن العادات مثل ما اتفقنا في الماضي هذه الجملة الثانية جملة التغير في الحال هاي جملة change من آني عدي بايسيكيل وحرام يسرق هاي التغير جملة التغير هم بالsimple لازم لين اليوستو simple عادة وتكرار في الماضي هاي لك معلومة يعني إذا تفتهم ليش إنه إلا ذني الزمن يا نور اليوستو أعيد لين اليوستو هي تكرار في الماضي والتغير هو هم حالة بشكل عام دانحشي فلازم بشكل عام منه لبريزن سمبل أو الباس سمبل هسه نعوف موضوعنا شون نحل نعوفه نيجي الراجع الأزمنة شون نحل الباس سمبل هاي انت بطل بيها لين أخذناها بالأول ما درسنا أول موضوع درسنا هو كان الباس سمبل والباس كونتينواز الباس سمبل يقول سبجكت والفعل لو إيدي لو شاذ تصريف ثاني طلاب ليش دا راجع لزمنا خاف دخت ليش دا راجع لك لزمنا لأن الجملة الثانية لو مضارع بسيط لو ماضي بسيط حسب الدليل عوفها عوفها وياي يقول بلي ثبات خلي إيدي أو الفعل شاذ كون انت حافظة بالنفي ديدينت زائد مجرد هذا ش اسم الزمن منا لأخير السنوياك الماضي البسيط إذا أكو استفهام ديد سبجكت مجرد هذا الماضي البسيط إذا كانكو فعل رئيسي إذا إجاك فعل بي شون تحوله للماضي لووز لووير حسب منو الوير مع الجمع الووز مع المفرد سيقول لي شنو هاي استعدخت شنو البي عوف شنو زمن الماضي قررت تحل الفعل الماضي اي بلاي شون يصير بالماضي دا راجع لك مال متوسطة اي بلايت زمن زمن شي جو تسكول شون يصير بالماضي شي وينت طبعا هاي دا هاكو دليل للماضي دا علمك الفعل شون تشتغل الدليل هو يستردي مال متوسطة شون ماضي شون ماضي وينت لا يذهب إلى المجرد بالماضي، نفي الماضي لم يذهب و تكمل لأن في الماضي، ما قلنا عليه؟ لم يذهب و مجرد لا أدخل، لا أدخل لم يذهب و مجرد هاي هنا لو إيدي، لو ش هذا الفعل بس هنا صار بالنفي والاستفهام مجرد فراغ يو درايف فاست، كذا علامة استفهام بالماضي شعن الصير؟ ديد يو درايف هاي الماضي، ديد يو درايف، ديد يو جو، ديد يو سي اهنان انتبه وياي هي بي أتهم، سوي لياها ماضي البي شنو ماضي هي؟ تدرخها منها الأخير السنة، شنو ماضي البي؟ لو وز لو وير هاي، شنو لو وز لو وير، حسب منو؟ مفرد ووز، هاي ووز آتهم ذي مثال آخر بي آت سكول سوي ليه بالماضي ذي وير هالمرة البي شي قلبتها تنقلب الى وير بسبب منه الذي جمع آت سكول أعيد لك من الماضي البسيط الفعل لو تخلي لأيدي لو شاف حظه بالجدول تصريف الثاني بالنفي دد انت زائد مجرد بالاستفهام دد فاعل مجرد سبجكت مدى نقول ما فصلنا مفرد وجمع بالبين باوع للسبجكت مفرد لو جمع ركز من يجي بي بين الأقواس تيجي تباوع من الفاعل مالتي مفرد لو جمع لازم تباوع الفاعل مفرد لو جمع اذا اجد تكبي ان شاء الله واضح هسا نجي من هو البرزنت سمبل هل راجع على ما ودنعرف هل جملنا يا الله عيني وياي البرزنت سمبل يرى لتركيز فرزنت سمبل لحظة قبل ما نبلش شو وقت نحل ماضي اذا لقينا دليل من الدليل الماضي لاست تباوي يستردي البارحة ايجو مو جو ايجو بمعنى مضت بمعنى مضت زيان سنين مضت لاست الاخير يستردي او اي دليل عالماضي نجي شون نحل البرزنت سمبل شون نحل البرزنت سمبل يقول تباوع للفاعل اذا كان مفرد يعني هي شي ات اسم مفرد يعني علي مثلا ليلى سلمة يقول الفعل الوراهن خلي لأس الشخص الثالث عزيزي هاي وياك منها الاخير السنة تحتاج في عدة مواضع ما نقلت لك في بداية الفيديو الاساسيات من نحتاج نعوف موضوعنا نرجع للأساس بعدين نرجع للموضوعنا هس ذا الفاعل مفرد شنو الفعل خلي ورا أس الشخص الثالث إذا كان الفاعل جمع ولح تنتبه الآي ويا تبه الآي ويا الوي يو ذي اسم جمع مثل ماي فريند بيبول اسم جمع هذا يلا ويا ذن نظال جيت الفاعل الفعل يبق مجرد كما هو ما تخلي أي شي إله يعني I go I play he plays he goes و و و حتى إن شاء الله بالنفي والاستفهام بالمضارع البسيط هاي المجموعة الجمع don't زائد مجرد هذا المضارع البسيط سوري هاي مو استفهامي هاي نفي نجي للاستفهام هاي مو تخترع من المساحة يلا نجي للاستفهام هاي مو تخترع من المضارع البسيط نقدم الدو نقدم نقدم الدو ويامن ويالجمع الدو ويامن ويالمفرد والفعل مجرد يعني مثلا أقول لك do you go مو do you go does she go أهم شي عندي بالبرزنت سيمبل الإثبات الفعل لو ياخذ أس والفعل مجرد وأنه في كلش مهم وملاحظة جدا مهمة الفعل بي هناك طلاب دايخين بالبي دوخة مطبيعية وين ما يروح يخلي هو زوار أو وين ما يروح يسوي هاي الزوار مو بكيفك البي قررت حسب الدليل إنه تشتغل مضارع بسيط برزنت سيمبل مضارع بسيط بسيط قررت البي ينقلو بلو ام لو از لو ار لعت قبل شوية البي سوينا ها وزوار لأنش اسم الزمن ماضي إنح الماضي من نلقى من نلقى من نلقى من نلقى من نلقى من نلقى اقو لعا ديش وقت ينحل المضارع بسيط دليل المضارع البسيط يعني بالملزة ما كاتب لك هو اي دلائل منه؟ ظروف التكرار احنا كل سنة نقراها مالذي 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 لحسن مالذي اي شي يدل على التكرار كل سنة نقراهم طالب ميدري لي اش يقراهم عزيزي شنن فائدة من ذنب من ألقى هن أحل مضارع بسط من ألقى ظرف تكرار شحل مضارع بسط من ألقى دلائل الماضي شحل ماضي بسط زين البيب المضارع شتنقلب لو آم لو إز لو آر وي آمن آي آم هاي وي المفرد وي الهي وي الشي وي الات والآر وي يو ذي ذي آر تروح البي تنقلب شي إز تنقلب البي إلى لو إز لو آم لو آر هسة إنه رجع للموضوعنا شنو موضوعنا دخل يوستو في الجملة الأولى زين طلابنا دخل يوستو في الجملة الأولى ويقول الجملة الثانية حلها لهم مضارع بسط هذا المنطوق هاي شي يقول 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 present simple لو past simple اكتب يمك على التمريب ادخال يوستو في الجملة الأولى هاي رقم واحد اثنين اكتب حل فعل الجملة الثانية مضارع بسيط أو ماضي بسيط حسب الدليل تكتبها هاي ملاحظة جدا مهمة نيجي احنا القاعدة ما الادخال يوستو ما عدنا بها مشكلة بالتمرين القبلها ناسيها تراجع I used to have لين لا عدي نفي ولا عدي استفهام تكمل بايسيك but a thief steal it last دليل المن هذا اللاست للماضي واحنا الماضي رجعنا لأساسة بالمتوسطة زين but a thief still لازم آني حافظ التصريف والتصاريف احنا اتفقنا كل فترة نحفظ لنا عشرة ونمتحن به زين نيجي الهاي he have his hair cut at her dresser but now his wife cut it for him نفس الشي اكون في ماكو اكو استفهام ماكو الدخل يوستو he used to have he used to have وتكمل الجملة but now his wife cut it for him هايا بالكراس انا دليل للمضارع الناو نانا تركز وياهي اكو طلاب يقول لستاد انا الناو اعرفها للمضارع المستمر كل السنين انا اعرفها من اشوف ناو احل ازو امو ار اي انجي تبه مركز الناو الضيف ها وياهي دلائل المضارع البسيط فقط في موضوع اليوستو لين مايحق لك كونتينيوز احنا اتفقنا لازم سمبل لازم سمبل فالناو صارت وياهي المضارع البسيط فقط في موضوع اليوستو احذار بعدين ترجع بمواضيع اخرى الناو هي مثل كل سنة مع المضارع المستمر فهسا انت لان موضوع اليوستو برزن سمبل الناو صارت مضارع تحلها بسيط زين المضارع البسيط مراجعنا نباوع للفاعل مفرد او جمع مشكلة الطالب بلا سماء من تخلي له شيء تعرف يحل تخلي له اسم ما ينتبه انتبه هس وايف هو مفرد المفرد الفعل شنو وراء بالقاعدة ياخذ اس كاتس حلينا التمرين الجملتين زين نيجي نحلك جملتين من التمرين مالتنا والباقيات واجب نحلهم درس الجاي سوية زين واضيف لك السواب الوزاري شغير عن هذا الموضوع فسا تعلم على الاساس نعيد ندخل يوستو في الجملة الاولى الفعل الثاني نحله لو مضارع بسيط لو ماضي بسيط تبهوا يا التمرين ودرس القادم نقول لك السواب الوزاري وراء ما تتدرب وياي تبه يوستو بالجملة الاولى شون مثبته I used to have حسب القاعدة اللي تعلمنا لها قبل شوي a bicycle but someone steal هاي نفس المثال شاحل لمضارع لو ماضي last آني قاري وهي الماضي إذن steal stall تصريف ثاني بالجدول مو تصريف ثالث he used to like صح لو غلط شغلي ما كود انت ما يحتاج ما كود لأن مو استفهامي ولا نفي بس خليت يوس فيهم الفعل الجملة الثانية الأزمنة but he always won't أشر شنو هذا الدليل شقاري آني always المن للمضارع البسيط قاري ياشره لازم أتذكر شون حل مضارع بسيط يقول تباوع للفاعل مضل صاف على الفعل أعيد من تحل ماضي لتباوع للفاعل قبل حل الفعل لو يدي لوشا من قررت مضارع بسيط دوس بريك تباوع للفاعل مفرد لو جمع he مفرد اللي هي والشي والإت والاسم المفرد قلنا الفعل ياخذ S وانت 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 يحب يحب يبقى بالبيت طلاب التمرين تدرب عليه تمرين وزاري مهم جدا جدا تدرب عليه سو نحل درس القادم ان شاء الله واضيف لك السو بعد بالوزاري هذا الكلام لازم تذكر انه بقى تمرين واحد عن اليوستو اعيد لك تعلمنا شون ندخل اليوستو في الجملة فقط مثبت اللو من فيها لو استفهام وتعلمنا تمرين اخر بالتست صفحة 22 ندخل اليوستو في الجملة الاولى والجملة الثانية ازمنة باش رضيف لك المحاضرة الاخرى السو بالوزاري لندرب شوية به فكرة زين وبعديا ناخذ التمرين الاخير لليوستو وهو المقارنة مع اليوستو نشوفكم بخير ان شاء الله انتهى درسنا لهذا اليوم مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة